السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الإسلام مو ضد الحقيقة أن يضحك الإنسان ولا أن يسعد الإنسان ولا أن يضحك أو يسعد غيره بل بالعكس من شريعتنا أن ندخل السرور على قلوب غيرنا وهذه عبادة لكن عندنا أحيانا بعض الفئات القليلة إن شاء الله ويمكن عن حسن قصد وحسن نية همهم فقط الاستهتار والاستهزاء والضحك والتنكيد ووضع المقالب من غير التعاض ولا اعتبار أنا ما أتكلم على سبب فيروس كورونا أنا أتكلم على كل موقف يمر علينا تخرج لنا فئة من أبنائنا للأسف الشديد أحيانا ليس أهمها إلا أن تضحك وأن تستهتر وأن تستهزئ وأن تضع المقالب وتضع المقاطع وتفبرك وإلى ذلك يا جماعة الخير أبن خلدون له كلام عظيم كبير يقول إذا رأيت الناس يكثيرون الكلام المضحك في أوقات الكوارث فأعلم أن الفقر قد داهمهم يا جماعة الموضوع جد وليس هزل الموضوع حقيقة وليس وهم نعم الدولة قامت بجهودها ومسؤولياتها لكن باقي دوري ودورك هل هذه الجهود المبذولة وهذا الاستنفار الكبير المشكور من الدولة يستدعيك للضحك والاستهزاء ألم ترى الحرم؟ ما شفت المسجد الحرام مع قلة المصلين والمرتادين والزائرين والمعتمرين هل هذا يدفعك للضحك؟ هل رأيت الكعبة الغراء خالية من الطائفين المحرمين؟ هل هذا يدفعك إلى الضحك؟ هل رأيت المسعى بين الصفا والمروة من غير ساعين معتمرين؟ هل هذا يدفعك إلى الضحك والتنكيت والاستهتار؟ هل رأيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة الزائرين والمصلين؟ هل هذا يدفعك إلى الاستهتار والضحك؟ هل تعليق الجمعة والجماعة يدفعك إلى الضحك هل تعليق الدراسة والأعمال وحظر التجول يدفعك إلى الضحك أين أنت أين قلبك اعتبر نعم ونحن مع تفاؤلنا ومع ثقتين بالله ورضانا بقضاء الله وقدره وتوحيدنا الذي تمكن إن شاء الله تعالى من قلوبنا ومع بذلنا للأسباب وتوكلنا عليه وعدم التواكل إلا أننا نقول فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا فعل لما جاء البأس ما قال ضحكوا ولا نكتوا ولا استهتروا قال تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون متفائلون مطمئنون مؤمنون مؤملون موحدون مستيقنين بما عند الله واثقون راضون لكن يجب علينا أن نعتبر وأن نتعظ وأن نعود ونؤوب ونرجع إلى الله قبل فوات الأوان الله سبحانه وتعالى يعطي نذر وآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يخويفنا أنا أقول حتى هؤلاء اللي يستهترون أحيانا في حظر التجول أقول له يا أخي لا أرجوك اليوم ولي الأمر الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين لما وجه بهذا التوجيه اللي وحظر التجول الأيام التي حددت ترها من مصلحتنا من مصلحتي ومصلحتك نحفظ بيوتنا نجلس في بيوتنا الصغيرة حتى نحفظ البيت الصغير والبيت الكبير اللي هي المملكة العربية السعودية بل نحفظ الكرة الأرضية والإنسانية كلها يا شباب يا جماعة أنا أعرف الحمد لله المناظر التي رأيناها والصور التي رأيناها في تجاوب الشعب هذه حقيقة دليل على وعي واليوم الحمد لله المسلم بشكل عام والمواطن السعودي بشكل خاص على قدر كبير والله الحمد والمن من التوعية والخلق والأدب والاستيعاب والمعرفة والمسؤولية وهذا مما يحسب ويشكر واليوم الحمد لله نحن يعني يرفع بنا ولله الحمد والمنها الذكر والشأن العظيم ويشار لنا بالبنام في المملكة العربية السعودية